مرحبا جميعا موضوعنا الأول في هذه المحاضرة عن الحرف أكا دائما يتساءل متعلمي اللغة الإيطالية لما يسمعوا أن الحرف أكا حرف لا ينطق يسألوا إذن لماذا هذا الحرف موجود في اللغة إذا كان هو لا ينطق نهائيا للحرف أكا استخدامين رئيسيين في اللغة الإيطالية الأول مثل ما أخذينا في قواعد نطق تشي و جي إنه يتغير نطقهن عندما يأتي بعدهن الحرف أكا والحرف أ أو الحرف أكا والحرف إي مثال تشي أكا إي تنطق كي و تشي أكا إي تنطق كي جي أكا إي تنطق جي جي أكا إي تنطق جي يعني إذا كان الحرف أكا غير موجود هنا ما استطعناش إنه نحن نتحصلوا على الصوت كي أو الصوت كي أو الصوت جي أو الصوت جي يعني كي تارا كي تارا لو كان الحرف أكا مش موجود كانت أصبحت تشي تارا تشي تارا لهذا يوضع الحرف أكا للحصول على الصوت كي كي أو جي جي كي تارا ماسكرا فونجي سباقاتي هذا الاستخدام الأول للحرف أكا أما الاستخدام الثاني يكون في بعض تصريفات الفعل اللي هو يسمى verbo avere فعل الملكية في فعل في اللغة الإيطالية verbo avere فعل الملكية نستخدم في بعض تصريفاته الحرف أكا علشان انميز بينه وبين كلمات أخرى تكون مشابهة ليه مثال الفعل avere أو فعل الملكية يعني عندي أو أملك أو لدي أو لديك إذا أنا كنتنا بنقول عندي أو أنا أملك نقول أو أو تكتب أكا أو أيضا في اللغة الإيطالية إذا كنتنا بنقول أو يعني مثلا شتاء أو صيف أحمد أو محمد نقول أو أيضا أو لكنها تكتب أو فقط بدون الأكا إذن هنستخدم الأكا مع تصريف الفعل avere لما أنا بنقول أنا عندي أو أنا أملك إيو أو هنستخدم أكا أو لكن إذا أردت كتابة أو هنكتب أو فقط بدون الأكا هنا تنين نفس النطق لك الاختلاف في الكتابة أيضا إذا أردت نقول أنت لديك أو أنت تملك نقول أي أي وأيضا إذا أردت أني نستخدم حرف الجر إلى أو حرف الجر في أيضا هو أي آ وبعدها إي الإختلاف فقط في الكتابة النطق واحد آي أنت تملك أو أنت عندك أو لديك آي في أو إلى وأيضا إذا أردنا نقول هو يملك أو هو لديه هنقول آ وأيضا عندنا حرف الجر إلى أو في هو آ إذا للتمييز بين كتابة لديه أو يملك وكتابة إلى أو في هنكتب آكا آ للدلالة على الفعل وآ بدون الآكا بمعنى حرف الجر إلى أو في وأيضا في تصريف الفعل أفيري مع هم يملكون أو هم لديهم آنو آنو يعني هم يملكون أو هم لديهم وأيضا عندنا كلمة آنو تعني سنة لحظنا إنها نفس النطق آنو آنو لكن عند الكتابة نكتب آنو بالآكا تعني هم لديهم أو هم يملكون آنو بدون الآكا تعني سنة الموضوع قد يبدو بالنسبة لكم مربك قليلا أو خليكم تتلخبطوا شوية لكن هو سهل جدا واللغة كل ما درستها أكتر كل ما تعودت عليها وتعرفت عليها بشكل أفضل وتصبح بالنسبة لك سهلة جدا ومنش محتاجة كثرة مراجعة يعني معلومة مرت عليك اليوم ممكن تحس إنها هي صعبة هتمر عليك في درس آخر أو في محاضرة أخرى هتحس بإنها هي سهلة جدا وتبني عليها معلومات أخرى هذا درس اليوم هتستمعوا الآن إلى الكلمات اللي وردت في هذا الدرس ونلتقي في القادم كيتارة ماسكرة فونجي سباكتتي أو أو آي آي آ آ آنو 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 ترجمة نانسي قنقر